اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر أعمالكم يقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في هذا البرنامج يا عزائي المشاهدين سنصلط الضوء على الأسرة وهي الجماعة الإنسانية التنظيمية المكلفة بواجب استغرار وتطور المجتمع والأسرة الصغيرة هي أساس المجتمع عندما يكونوا متفغين ومتفاهمين لينتج عن ذلك أطفال ينخرطون بالمجتمع ليكونوا قدوة لغيرهم من خلال سلوكهم وأخلاقهم عدنا لكم مشاهدي الكرام من بعد هذا الفاصل وظيفي في هذه الحلقة في مساكن مستغر الدكتور راشد العليم يحياك الله دكتور وأنا سعيد وجودك معي في كل حلقة الله يبارك فيك ويحفظ لك وسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لكل أسرة كريمة الله يبارك لكم دكتور اليوم حديثنا في هذا البرنامج عن الأسرة وما أدراك ما الأسرة اليوم نحن نبتدي من خلال هذا البرنامج في أسس وقواعد مهمة جدا هي ما أسميها أنا بإذن الله تكون هي حماية وكل من يلتزم بهذه النصائح من حضرتك الدكتور راشد العليم ستكون قواعد جدا ثابتة وتكون هناك مساكن مستغرة وهادية ويسودها الأمن والأمان والهدور دكتور اليوم تدخلات الأم والأب في اختيار الشاب وأيضا في اختيار الشابة يمكن يكون شاب صالح نحن لا نضع كل شيء للشاب ونترك أيضا الشابة اليوم الشابة ممكن تجد رجل مناسب ابن عم ابن خال لكن ترغب في أن يكون هذا هو فارس إحلامها وزوجها لكن تدخلات الأم والأب هي ما يعرق مثل هذا المشوار بداية الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على النبي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابة يجمعين أما بعد إذا كالله خير على هذا البرنامج هذه الحلقات أنا دائما أركز في المجتمع نريد السعادة في مجتمعنا لننظر إلى السعادة في بيوتنا دائما لننظر أن هناك بيت صغير هو نواة تكوين المجتمع اللي هو البيت الكبير الكويت نساء الله أن يبارك لنا فيه آمين كلامك جميل وأيضا انطلاقتك رائعة جدا أن هناك أحيانا تدخلات اسمح لي أضحى بيقصين غير واعية غير مبنية على أسس جميلة جدا من الأب أو الأم للشاب أو للفتاة أحيانا هم يرسمون رسمة معينة يريدون نوعية معينة من الأزواج أو من الزوجات وما ينظرون إلى حياة الأبنهم أو حياة بنتهم جميل جدا أن الأب والأم يجلسون مع الشاب يجلسون مع البنت بنظرة واعية بكلام منطقي بأسس واضحة البنت أنت شايف بنت نعم والله زميلة عمل والله جنة بنت خالي والله جنة وحدة يما شفتها بالسفر والله ويا رفيجي يعني أختها زين وعجبت فيها ممتاز جميل جدا شنو الأشياء اللي شفت فيها أحيانا هذا الكلام يولد عند الشاب ثقة بوالدي والبنت أيضا يولد عندها شنو ثقة برأي والديها قير لما الأم تقول أنا اللي أنا أشوف وأنت تزوجه ولا أنت عاق وأنا أتبر منك وهي تقول أنت آخر عمر إش أنت تتنقين أنت تختارين تقول لها يما أنا شفته يعني هذا ويا أخوي مسافرين ولا شفت رفيجة هناك بالسفر شفنا مرة مرتين وحسيت أن شاب زين وصالح يعني فلان سأل عني وقالولي حسيت أن والله يبي تقدم لنا يما وانها الكلام هذا هنا القضية المهمة جدا ليكون عندنا حوار عاقل حوار جميل جدا مع أولادنا ذكر أنثة لا يكون هناك جبر وإقصاء للرأي وهناك تسلط وهناك أيضا كأنك ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاة ما عندنا الفرعانة هذه فهذا الأمر يجعل في عيالنا ثقة أطمئنان اختيار جميل جدا وأيضا على قدر ما يكون الشاب صديق وأخ مع والده ويقول له ليش يبقى شنو شايف فيها شنو كذا والبنت تكون صديقة مع أمها و تقول لها بكل وضوح نجد بعد ذلك ماذا اختيار بإذن الله موفق و كريم و سعيد وأيضا لما يذهبون يذهبون ماذا بثقة واطمئنان وحبا لولدهم ابنهم أو بنتهم الله يستلم و مرات دكتور قد تكون بعض الأمهات فيها الغيرة على ابنها يعني مرات يكون هناك تعلق دكتور و أنت أدرا في هذا الأمر قد يكون هناك تعلق من الأم مع ابنها فدائما تحب أنها ما تبيت زوجة و دائما تحاول أنها ترفض بعض البنات أو ما تقدم على زواج ابنها حتى تأخرف العمر ليش لأنها تخاف بكرة تجي وحدة و بعدين تاخذ يعني ابني مني و راح تكون أنا في معزل يا ابني فش رايك دكتور هذا الأمر موجود هذا الأمر موجود يرجع إلى ماذا نحن نقول هذه الأسرة الموجودة الآن و الله ما رزقهم إلا ما نقول صبايا واحد و سنقول أربع خمس بنات من الشخصية القوية في البيت هل شخصية الأم ولا شخصية الأب ما يحدث هذا الشعور للأم إلا بوجود نقص عندها من وجود ولي أمر عليها وهو الزوج على قدر ما يبتع الدور الأب عنها يعني ما تقول تذهب عاطفتها إلى منه إلى الأب وهو كان يصر صديقها حبيبها ملازم لها تطلع وتروح معاه وتسافر معاه والأب يصر مهمش ففتش بهذه الأسرة بتفتيش واضح ولذلك أحيانا لما يسألوني لما تصير خطبة أقول لهم أنتوا بقعدتكم شنو حسين من الأم شنو شايفين عليها من أمور يقول لا والله هذه وحدة والله لسان والله بالقعدة تطالع بناتهم وتخزهم والله لها نظرة شديدة عاية لتحمله إذا هذه عشان معا ولدها ولدها شنو مقادر يتكلم ها يمو نعم إن شاء الله يمو وإن شاء الله كذا الله يعيب بنتكم وتطلع البنت بعد ذلك قيادية ولها شخصية فهنا شنو سيصير استدام الكواكب مع بعضها زين حرب نووية ثالثة هذه القضية نحن نقولها توقع أحيانا بعض الشباب الأم ليتعلقها بابنها اطلع لها شروط تعجيزية أنا اللي أدور لك أنا اللي أييب لك وأنا كذا ويتأخر 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 لما الوالد بعد ذلك شنو الاحتمال أنت مرة قلت لها بحلقة من الحلقات يتوجه إلى زواج شنو لربما ما حد يدعي عنه من الأهل في السر يروحه بالسر ومسيار من هالكلام هذا هنا القضية الرئيسية أيها الأم أنت إلى متى تتحكمين بالولد أنت أيها الأب إلى متى تتحكم ببناتك وحيانا بعض البنات يتأخر زواجه بسبب شنو تحكم الأب ببناته ويطلع لهم شروط تعجيزية وما يزوج أي وحدة ولأسباب أخرى يمكن تسألني عنها الله يسلم زين دكتور هناك عزوف دائما نسأل بأن في عزوف من الشباب أن يبتعد عن الزواج وقعد نذكر في بعض حلقاتنا ما هي الأسباب غد تكون الأسرة غد غد لكن هناك أيضا عزوف وتأخير زواج يعني الفتيات ما هي الأسباب دكتور أنا أرى من الأسباب الرئيسية يعني في هذا الجانب وهي أسباب كثيرة أولا لننظر إلى الأسرة إلى الأسرة إلى شخصيات الأسرة الأب الأم الإخوان الأخوات أحيانا سرشنو خلنا ننظر إلى البلد أحيانا بعض البنات تحطى رسم شيء مثالي جدا بهذا الإنسان اللي يتقدم لها على قدر ما يرتفع السقف المثاليات يتأخر عنها الزواج لأن اللي رح يقول لها شنو اسمح لي مثل حالتنا باشا لسنا أنبياء ولا ملائكة فينا العجز فينا النقص فينا الخلل وفينا الخطأ لربما على قدر ما ترفعين سقف المنيات والمثاليات والتوقعات تحملي تقعدين تنتظرين متى رح يلها هذا رح يلها بحالة واحدة بالسراب تشوفها سراب كل ما تروح له يبتعد عنها هذه القضية الأولى أحيانا بعض البنات شنو تحط لها أنها تشوف مستقبلي أنا بدون شهادة ما أسوأ شيء إذن إلى متى خلصت الجامعية إلى متى الماجستير إلى متى الدكتورة إلى متى وراء ترقية إلى متى وراء منصب ويوصل عمر بعض البنات إلى فوق الأربعينات وبعد ذلك تتمنى أن شنو يرجع في هذا الزمان إذن هي السبب أحيانا أيضا بعض البنات من تجربة شافتها برفيجتها بصديقتها زين هي تتأخر أسمح لنا الحي ما يبدو دور الأب ولا الأم أنا أتكلم عن البنت زين أحيانا نشوف من تجارب في صديقتها بنت أختها والله خالتها عمتها تجارب فاشلة تعيسة أذوها ورحوا المحاكم وضرب وقضايا ومرمرة وكل ما التي لهم هذه تبتشي ما يصبح عندها ردة فعل نفسية صدمة ما في ريال يستحق أن يتزوج منها ما في واحد في خير وقالوها بعض البنات قالوها هذه القاضية أو أحيانا عملها يأثر عليها مثل واحد من الناس أنا عرفه تأخر في زواجه من عمري أنا تزوجته عندي عيال الله يبارك بالجميع زين هو تأخر فسألت أحد من أهله ليش قالك لأن وظيفة أثرت عليه وظيفة شنو محقق بالداخلية أتكلم كل وضوح أثرت عليه لأنه من كثر ما يشوف القضايا اللي أمامه وأحيانا بالمحكمة شي يظن ما يظن إلا أن هناك البنات كلهم حوالهم سيئة فاسدة هذا يأثر عليه العمل فهنا القضية الرئيسية أن هذا الإنسان لابد أن كل واحد لا سبب في تأخر الزواج وهذا السبب شنو أنا ما سبيه سبب منطقي ولا سبيه سبب عاقل لا وأحيانا يكون الخلل فيهم وما يريدون التصريح منه عيب خجل ولذلك دائما أنصح روح حق مستشار أسري كلموا إذا ما تكلموا للأسرة كلموا هذا المستشار خلنا نلتفت جانب ثاني خلصنا من البنت الحين أو حتى اسمح لي الشاب بعض الشباب ليش ما يمتزوج يقول بعيش طولوا بعرض أتشي لي واحدة تمنعني من أني أسافر تمنعني من أطلع مع ربعي تمنعني من أروح البحر الجاخور تمنعني من كذا كذا حاط من قال أن الزوجة تمنعك من قال أن الزوجة راح تخيدك من قال أن الزوجة راح تضع الأغلال في يديك و أعطيني حرية أطلق يديك أبدا إذا أنت عرفت أولويات الحياة و كيف تنسق مع هذه البنت و كنت تكون واضح معها فتعطيها حقوقها ثم بعد ذلك تطلب حقوقك راح تجد الحياة جميلة و سعيدة و ربما تعينك على أمور الأسرة ألتفت إلى الأب أحيانا بعض الآباء شنو عندهم؟ العضل يعضل البنت ما يزوجها ليش؟ ليستأثر بأموالها هذا موجود و هذا موجود عندنا في هذا الجانب فهنا ننتبه و أنا أدري يعني عندنا تكملة لكن شنا الحين؟ راح نطلع فاصل فاصل الله يحفظك مشاهدي الكرام فاصل و العودة مع الدكتور راشد العليمي عدنا لكم مشاهدي الكرام و مساكن مستغرة مع الدكتور راشد العليمي دكتور لازم نكمل في عزوف الشباب و الشابات عن الزواج و ذكرت بأن هناك أكثر من نقطة معينة ألا أن هناك شيء دكتور بأن البعض يمكن مر عليك في قضايا معينة أن البعض مستفيد من راتب بنته يعني كأب حسن هذا اللي أنا يعني ختمنا فيه الجزء السابق على أن بعض الأباء يمنع تزويج بناتها ليه ماذا؟ ليستأثر بأموالهم من ناحية ماذا؟ بنتي الآن خدت له وظيفة وظيفة جميلة جداً و راتبها ما إن شاء الله طيب و كريم على شن شنو؟ أنا تعطيني بعض الأباء يأخذ بطاقة البنك عنده بجيبة بعض الأباء يلزب شنو بنته؟ تأخذين قرض لي أول ما توظفت كذا شنو تقيل قرض بمبلغ شنو؟ الأعلى شيء أربعين ألف دينار احتمال زين؟ على شنو بحياتكم ما في شيء علشان يقيدها تصير وياه علشان لا يأخذ للناس شنو بعدين؟ احتمال هو يأخذ القرض منه زين أو عنها إذن هذا الأمر موجود وبعض البنك يعانون و يشتكون أن الأب يمعلقهم معلقهم و معلقهم علشان شنو؟ أي هذا وأنا أصرف يأخذ فلوسها وأنا طول عمري أصرف عليها صالي 25 سنة أصرف على البنت لابد أن ترجع لي اللي أنا أصرفت عليها طول السنة من قال هذه مقاصة من قال هذه محاصصة أنت اللي صرفت عليها هي تعطيك لا أنت واجب عليك النفقة أيها الأب الآن يا الله من ترضون دينا و خلقها خلت روح تشوف حالها وتتزوج ولا تمديدك حتى على مهرها بعد مو على فلوسها الآن ما للعمل هذا الأمر عندنا فهنا هذا الجانب خطير جدا أيضا أحيانا يعلقون مو البنات الشباب بمعنى أن الشاب توظف و كل شيء الأب و الأب يأخذون عليه قروض هذا متى يتزوج إذا عليه قرض اسمح لي معاشا خلني أقول 1500 دينار و عليه قرض 600 دينار متى هذا يتزوج يأخذ لها شقة يفتح لها بيت سبب ماذا السبب الأم و الأب هل في سبب رئيسي خليته يأخذ قرض علشانه أبدا الأب يبشتري لشنو مرت مثل أجلك والله والسامعين و مشاهدي بهايم يفتح لها جاخور الأب يبسافر يمين و يسار الأم الأم الآن تطلب من ولدها تمشي لي معا الشهري و مرت عليها الحالات من بنتها و من بناتها بعد اسمح لي من كل بنت تعطيها لازم 50 دينار شهريا عندها أربع بنات موظفات و عندها ثلاث شباب يشتغلون كل واحد يطيع يعطيها شنو 50 دينار يعني شنو رصيد الأم و تي الدولة بعد تعطيها الأم تبت تعيش شنو بحياة ما عاشتها من قبل و هذا يسبب ماذا بعد ذلك تأخير لزواج الأولاد فأحيانا الزواج ما يكون ما يكون و من البنات لكن لننظر إلى جانب آخر يسمون شنو ما وراء الكواليس ما وراء الأستار نجد أن شنو أحيانا محيط الأسرة في واحد فيهم في سبب على قضية شنو على قضية أنه بيأخذ الفلوس و مرت علي من الحالات أنه بعقد الزواج بعقد الزواج الأو يبيأخذ المهر ليش لأنه حاجز اليوم الثاني دولة بشرق قاسية يبيروح لها فناطر يبيأخذ المهر يبيسحبها و يبيحاش فيه يعني على بنا يزوجها كأن مقاصة زوجت أعطيب الفلوس هذا الأمر نجده تأخير شنو تأخير للزواج تأخير لإشباء حاجة فطرية بالإنسان ولا يعني تتوقع إحدث بالمجتمع الخير توقع أن ما سيصبح بالمجتمع ذلك للشباب والفتاهات أشياء سيئة لماذا؟ لأنه مو قادر يتزوج بسبة الأب و لأب فإذا شاع الفساد ما تقول والله أن نفسهم ضعيفة ولدين ضعيف لربما للآباء و الأمهات دور في هذا الفساد اللي بدأ ينتشر في المجتمع نسأل الله العفو والعافية طيب دك وبما أننا نتحدث عن القرض اللي قاعد يأخذ الوالد أو الوالدة على هذا الشاب أو الشابة هل يجوز أو هل مرت عليك حالات كان هناك صدام وخلاف ما بين الشاب المتزوج اللي يفرض أنه يأخذ قرض على راتب زوجته موجود هذا موجود وحتى وصلت إلى حالة الطلاق يعني أنا من الناس اللي أقول دائما من البدايات من البدايات لازم نفهم قضية الحقوق و الواجبات من فترة الخطبة من فترة الخطبة لابد أن نعرف هذا الشيء النفق على من النفق على من النفق على الزوج وخاصة اسمح لي أقول كلمة غريبة جدا العتب على منه العتب على منه أن الشاب بدأ يطب فلوس من زوجته العتب على منه ترى عليها هي أهي خلتها يتجرع عليها لما قال لها مرة من المرات دبني نفسك أنا ما عندي فلوس أو لما نرجع فترة الخطبة ما يقولهم كم راتبة فترة الخطبة لما يسألون الشاب كم راتبك قول شو المشكلة عليك قروض قول كم عليك تبتسكن بشقة ولا تسكن ببيتكم قول زين عندك مداخل ثانية قول علشان شنو بعدين البنت تعرف شو يطلب منك ولا ما تطلب علشان البنت بعد ذلك لو طلبت منها فلوس أنت داشت بتجارة تجارتك ناجحة ولا احتمال تنتكس وعطيني فلوس أنا مويا ياخذ مني فلوس شو اللي يضم مني تجارتك ناجحة ولا لا وياخذ منها مبلغ والثاني والثالث ويسجل السيارة باسمها وكذا من البداية العتب على المرأة إذا صارت كريمة زيادة على اللزوم ومن طبيعة النساء شنو فيها العطاء وإحنا طبيعتنا شنو فينا الأخذ حسنت وانا واحد يخدمني ويكرمني يا زينك ومتى أفكر بس هي تسوي هي عندش انت كذا لا أبدا أبدا فهذا الأمر من البدايات من البدايات أن يكون في فترة الخطبة البنت عارفة شنو أمورها والشاب عارف شنو أمورها ويضحولها بكل هدوء ويضحولها شام راتبك الأب يقعد معاه شام راتبك هاولادي والله أنا عمي أنا على الدرجة والأي والد الفتاة يقعد معاه أنا على الدرجة وحطت البنت سئلة وهي عندها يعني راح تساعديني بالمصاريف لشان أساعدك من البدايات إذا عرفت أن الشاب ياي في نظرة على فلوسها حط عليه علامة استفهام أنا ما أقول سيئ ولا شيء حط عليه علامة استفهام شنو عليك؟ عليك قروض حق شنو القروض لربما أخذ قرض حق علاج أمه على سبيل مثال على سبيل مثال أخذ قرض حق شنو يعني سيارة أخذ قرض على سبيل صارت مشكلة كبيرة حق أخوه وخذالها قرض فيه سبب رئيسي لكن الكثير منهم سمح ليقول الكثير منهم قروضهم كماليات ولذلك يدعون شنو أن راتبنا ما يكفي وإذا بيتزوج بنت الناس وبعدها شنو يبيها؟ يبيها تساعدها وتصرف عليه؟ متى أنت مشي الحياة؟ إذن دكتور ما في حد راح يتزوج يتزوج بالأغلبية ما شنو و لذلك من البدايات هل تقترض لسبب أو لكماليات؟ نحن نقول نحن نبن أسس بيوت سعيدة وكريمة و حياة مستقرة نبن أسس فيها هذه الغالب منهم يدعون أن شنو ما يكفي أنه أنظر إلى اللي يقع يسويه أنظر إلى الأسر الأب يربي عياله ولده اشتغل الآن يعلم ولده من البدايات يا وليدي ترمون تلحي تستمر عزوبي و وراك شنو أسرة وراك عيال وراك بيت وراك شقة امسك فلوسك وتعلم يا وليدي الدولة لو تب تعطيك تب تعطيك على قدر تعال يا بنتي شنو هالبنت اللي تب تحمل عن نفسها قروض 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 و بعدها لما تتزوج يقول حق الزوج ادفع أقصادي شفت الأمور هذه؟ نحن الحياة صايرة نوعا ما على أنا ما ببي أقول الكثير على بعض من الفتيات و من الشباب مباثرة فوضى و لذلك من حالات الطلق شنو القضايا المالية القضايا المالية الآباء لهم دور و أيضا الشباب و الفتيات لهم دور في هذه البعثرة أنا سميها فوضى في حياتهم و بعد يقول ما نتزوج و أنت السبب فعلاته لهم و لهم و أنفسكم أنت و السبب في هذا الأمر يعني ما نتزوج بعدين و نأخذ بنات يا أخي اضبط حياتك و الكلمة اللي قلناها قبل شوي السيرة الذاتية السيرة الذاتية أخلاقية مهنية فكرية و أيضا حالتك المالية المادية و الله نستطيع نوفر و أنا أعرف كثير من الناس أثنين هم شدوا حيلهم و وفروا شراء لهم بيوت سيارات ما نشير زوجة زوجة أحسنت و سافروا و خاصة تقول بيت و الله نشارك فيه ما شاء تضامني بيننا الزوجة زوجة ممتاز السيارة نشتني السيارات المعقولة بسعرها نسافر للدول المقدورة على النفقة فيها لكن بعض الناس شنو يريد يصير المقارنات و يريد يسعدون و ما يفترون بعدها ففي فترة الخطبة فترة الخطبة ليش لما نسأل عن الشاب شي سوي وين يروح شنو عنده و كذلك البنت و أهلها اللي يعيشون بالمظاهر الزايدة نحذر منهم أنا ما أقول لا تزوجون منهم لكن انتبه فتح حيونك أكثر و عشان لا تتعب بعدين و لذلك دكتور لما مرات يكون يعني الأباء يستهلكون الأبناء و كذلك أيضا الأسرة تستهلك هذه الفتاة هذا غرض هذه غرض ما يقدرون يتوالمون في هذه الحياة و ممكن أن يقدرون يعني يستغرون حتى ماديا من خلال الأجار من خلال الماتشنا من خلال مصارف أيضا الأطفال و لذلك تأتي هنا المشكلة أنه في النهاية يكون هناك يعني الطلاق زين دكتور حقيقة المسؤولية ما هي مسؤولية الشاب و مسؤولية الشابة في الزواج جميل جدا هذا يدخلنا على قضية يسمونها من ناحية الشرعية و القانونية الحقوق و الواجبات في حق للشاب و في حق للفتاة و في شيء واجب على الشاب و في شيء واجب على البنت و في شيء بينهم يسمونها حقوق مشتركة على قدر ما نفهم الحقوق و الواجبات اللي كل طرف و المشتركة بينهم و الله ينسعد بحياتنا و لذلك أنا دائما أقول لهم إذا تزوجتهم لا تتزوجون بقضية شنو حب و قضية الفارس و كذا لا 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 عساكم ما حبيتوا بعض لكن تدخلون بشنو بنظرة واضحة من قضية الحقوق و الواجبات طيب دكترا رح أكمل على هذا الأمر لأن من الأشياء المهمة بالفعل لا بد أن يعلم الشاب ما هي مسؤوليته أحسنت و الدور المناطلة و كذلك أيضا الفتاة و لكن بعد الفاصل إذن الله مشاهديا الكرام فاصل و من ثم نعود عدنا لكم مشاهديا الكرام بعد هذا الفاصل و ضيفي الدكتور راشد العليم يحياك الله دكتور أهلاً وسهلاً وسهلاً قبل الفاصل تحدثنا عن نقطة جداً مهمة و يغفل عنها كثير من الشباب الدكتور ألا و هي واجبات و حقوق هذا الزوج تجاه الزوجة و كذلك أيضاً العكس جميل جداً الله يبارك فيك و في المشاهدين والأحباب دائماً حياتنا لما نكون طرفين مع بعض في سفر في معيشة في جيرة في كل واحد لا شيء و عليه شيء فما بالك بأعظم و ميثاق ليض ألا وهو الزواج على الزوج و على الزوجة كل واحد لهم حقوق و أيضاً عليهم واجبات على قدر ما يكون المسارات في الحقوق و الواجبات في خلل يحدث الصدام أنا شبه لك مثل أنا و إياك بالشارع في خطوط أرضية أنت إذا ما شب خطك و أنا ما شب خطي هل سيقع صدام بعد ذلك الله لا يقدر مستحيل لكن لو ما في شيء و أنا أنسى و أغفل أو ليسى باب كذا ألف عليك شسر بعد ذلك الصدام كذلك الحياة الزوجية فإذا من البداية أنا ودي في فترة الخطبة الأب أو حتى البنت تقول لها أنت شنو تبين من الزواج شنو اللي عليك بالزواج و حتى الزوج يسأل الشاب غصدي يسأل بنت أنت شنو المطلوب منك و شنو تبين مني على قدر ما يسأل يعقل دكتور في ناس تسأل هذه الأسئلة نعم أنا سألها فترة الخطبة إذا هو ما سألها و يستحي منها الأب الأب يسأله يقول لها يا مليدي شنو منفهم الزواج عندك بعض الشاب يقول لها أقول لها ليش تتزوج يقول له بيعيال شنو عيال مو أنت فريخ بس هي و أنت ليش تتزوجين علشان ألبس دبلة رفزات كلمة تتزوج و أنا ما أتزوج لا 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 القضية أكبر من هذا و أسمى و أرقى القضية يعني شنو أنت بتكونون يعني أسرة و بيت تنفعون المجتمع ترضون ربكم سبحانه و تعالى و أيضي أنفسكم فمن البداية تفهم بعض البنات قالت لي أنا ما رح أتزوج ليش لأن أسمعت أن الطاعة واجبة للزوج في المستطاع في المستطاع قلت يعني أطيع بكل شيء قلت له إيه بأمور الدنيا بما شيء ما في مشقة و أمور طيبة اطيعينها و إلا واحدة من الطالبات مرة تقول يقول أنا كل مرة أروح يعني أشرب لي قهوة يمنعني قلت له من الحق أني يمنعش قلت له ما تزوج قلت له كيفك لازم تفهمين هذا الأمر و أيضا قضية منه قضية قرار المرأة في البيت استغرار و قرنة في بيوتك أنا ما أقول ما تطلع محبوسة لكن لا ماذا أكثر وجودها و أين يكون في البيت مو يكون البيت كأنه فيندق و أنت يطالع بره الزوج ما يبي هذا الأمر لازم تعرفي هذا الشيء أيضا في قضية مهمة جدا عندنا أن الزوج يعدل مع زوجته و الزوجة تكون شنو معاه في الأمر الطيب الكريم في قضايا شنو عليها عليها القوامة يعني أنا لم أسأل بعض الأزواج أقول شنو القوامة حقه لمن القوامة حقه لمن على طول بعضهم يقول لي شنو للرجل أقول له لا القوامة حقه للمرأة من اللي يصرف من يوفر السكن من يوفر المطعم شفتها لأمور هذه اللي هي قضية النفقات على الزوج يعني واجب على الزوج و حقه للأنثة إذا الأنثة و أنا قلت لك قبل شوي إذا الأنثة تخلت عن هذا الحق و ألزمت نفسها بهذا الواجب ماذا رح يصير بعد ذلك دمار بالبيت أنا ما أقول ما تساعد زوجها لا تساعد لكن شنو بيتفضل منها و أنا اللي أعطيك بس مو إجبار و قصبا عليك بيهددها بالطلاق و يا ويلج إذا ما تتأخذي لي قرض إلا ما تساوين هذا إذا ما تساعد أطلقش ما شنو من يحس فيها فيها ضعف و عدم حزم رح الزوج يتسلط عليها و إلا من البداية فترة الخطبة من اللي ينفق على البيت لما الزوج يقول والله أو الشاب يقول إحنا مجاهزين شقة من حقه من شنو خلنشوف الشقة خلنروح أهل الزوج أحسنت خلنروح نشوف الشقة احتمال شدام زين تم معاشك علشان أنا عارف أطلب شقة بستمائة بسبعمائة و في شقة قبل الكويت بألف دينار على قدر لينفق ذو ساعة من ساعته أيضا أنا هذه البنت أعرف مستواها المادي أعرف مستواها المادي أسرتها و معيشتها علشان شنو عليها أيضا واجبات بالطاعة و أيضا لها حقوق أيضا من حقوق المشتركة احتمال الزوج يطيع زوجته و يطيعها بالمعروف يعني مو دائما لكن الأصل الطاعة حق منه للزوج عليها أيضا يتعلمون قضية و عاشروهن بالمعروف و الزوجة لازم تعرف أن شنو لا تتساوي مع زوجها أكبر خطأ الآن أن المرأة تحط راسها براس الزوج علموها لا أي شيء يقول لك لا أخذيه منها طلبة لا تحطيه راسك براسها الزوج من طبيعته مثل الجماد صلب يابس اللي بيكسرها شنو يأذيه بعدين المرأة من طبيعتها الأنوثة الليونة الرقة اللطافة فهي شنو تتحمل وتصبر فهي شنو لن تساوي الرجل فأحيانا لا يكون شنو بين الطرفين ذاك التنازل تلك التضحيات كل واحد يعرف أمره و قدره و جنسه عند الله سبحانه وتعالى و حتى في الوجود أنا أسمي خلاصة هذا الكلام السريع أستاذ جاسب الله حفظك على قضية مهمة جدا و هي قضية شنو أن الإنسان يعرف الذي له و الذي عليه على قدر ما نصير بتفاهم بتفاهم رح نشوف حياتنا شنو سعيدة جميل دكتور أيضا ننتقل إلى جانب آخر من هذه الأسرة وتكوين الأسرة و يعني مثل ما يسمونها البيت الصغير جميل حتى لا يقع كل شاب و شابة في بعض المطبات و كذلك تكون الغواعد دائما ضعيفة و هشة و ينتهي هذا الزواج في الفراق و الطلاق لكن المهر و ما أدراك ما المهر هناك دكتور من يطلب مهر تعجيزي يعني و للأسف بأن البعض من الشباب يوافق على هذا المهر حبا بهذه الأسرة و حبا بهذه الفتاة يعني أنا أبي رأيك من خلال يعني هذا المهر هل له حدود أم لا حدود قاله العرب في الزمان الماضي حبك للشيء يعمي و يصم اللي يحب يشوف نا اللي يحب يسمع لا أبدا راح يصبح مثل قيس ليلة بيتشا و بيتشا و بيتشا على الأطلال و ظن إنه شنو إنه وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظناني كل الظن ألا تلاقيه لا ما في ما رح تلتلقون فهنا هذا الأمر إن الإنسان يدخل من البداية بنظرة متعقلة واعية أو بنظرة عاطفية بالنظرة العاطفية مرت عليه حالات إنه حاطلة مهر مؤخر 100 ألف دينار وبعضهم 80 ألف دينار هذا المؤخر مؤخر إذن كم المقدم المقدم 5 ألاف 10 ألاف دينار و مرة صالت عندي حالة شاب صغير مع 2-3 من ربع فأنا من طبيعتي أسأل كمأذون شرعي تم المهر أسأل يعني الشاب فقال لي يعني تغريبا 5 ألاف قلت له هذا المهر قال لي والمؤخر 30 ألف دينار أنا مثل مبهرت نعم ولا طالع أبو البنت تعرفه تعرف قال والله ما أدري عنه هو اللي يقول تعرف شنو أنت 30 ألف دينار أنا دكتور وتقول لي على حالة و يا الله الله يسر علينا و يفتح علينا بالخير ما يمع لي هالمبلغ هذا اللي بعد كم سنة أنت شنو الحين لا لا أنا أبي كذا و ما يفهم شنو معنى المؤخر ما يستوعب فالقضية في هذا الأمر أنه عندهم المهر يعني أنا ما أتكلم للشاب بعض الآباء يجعل بنته أنه كان سلعة شنو اللي أنفقت عليها طول السنوات هذه حين تزوج عمر خلنقول 17 خلن نقول 20 سنة كأنه حاسبها بالآلة الحاسبة كم صرف كذا كذا عاطني مهرة 15 ألف دينار فالشاب يقول هدو يقول خل بنتك عندك معزز و مكرم الله يحفظ و أمشي عني و أمشي عنها يعني هذا الأمر أنا أنصحب الشيء هذا فالقضية أنه أيسرهن مهرا أكثرهن براكا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والمهر ليس سلعة لها حسنا أعطيك العافية مستغرة و مثل ما ذكر الدكتور راشد بأن المكاشفة و الوضوح و المصارح هي أهم ما تجعل هذه الأسرة مستغرة و تنعم بأشياء جميلة بإذن الله إلى ذلك الحين في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر